تجاوبا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا وعلى ضوء الحملة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال تبرع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمبلغ وقدره 100 ألف دينار محرينية ليصل المبلغ إلى 4 ملايين دولار أمريكي وبهذه المناسبة تقدمت دكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجلالة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد على هذا التبرع السخي مؤكدا بأن الحملة الوطنية التي أطلقها سموه والتي تم إعدادها بالتعاون مع تلفزيون البحرين الجمعة الماضية حققت نجاحا مميزا وأضاف بأنها لا تزال مستمرة وأن باب المساهم مفتوح للجميع وبين الدكتور مصطفى السيد بأن وفد من اللجنة سيغادر غدا لتسليم الشحنة الأولى من مساعدات مملكة البحرين إلى الأشقاء في سوريا بالتعاون مع الهلال الأحمر البحرينية هذا ووقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية تحاون لتنفيذ مشاريع تنموية باسم مملكة البحرين في سوريا وتركيا وذلك خلال لقاء جمع الدكتور مصطفى السيد مع المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي على هامش منتدى الرياضي الدولي الإنساني الثالث